بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله طلابي العزة في الدرس الثاني للفطريات مقرر حيا 217 الصف الثاني الثانوي للمسار العلمي رح نكمل على فصل الفطريات ورح نتطرخ إلى جزئية تنوع الفطريات أهدافنا لحصة اليوم تتضمن كالتالي رح نتعلم نستنتج طريقة تصنيف أو نستنتج عفوا تصنيف الفطريات إلى أربع شعب رح نتعرف إلى الخصائص العامة لكل شعبة من شعب الفطريات الأربعة رح نشوف تصنيف مجموعة الفطريات إلى الشعب الأربعة أيضا تنوع الفطريات وبيئاتها تتنوع الفطريات بشكل كبير يعني الفطريات ممكن حصلها بأشكال عديدة بناء على تنوعها لجأ العلماء إلى تصنيفها إلى حوالي أربع شعب هذه الأربعة الشعب بعضها يكون علاقات تكافلية مع مخلوقات حية أخرى كما ذكرناها عندنا الغزل الفطري مع جذور نبات الصوية وممكن علاقة تكافلية ما بين الفطر والتحالف وهي ما نطلق عليها الأشنات وهناك فطريات جذرية تصنيف الفطريات ما هو الأساس التي تبع العلماء في تصنيف الفطريات إلى حوالي أربع شعب رئيسية قواعد التصنيف كانت بناء على التركيب وكانت بناء على طريقة التكاثر إذن عندنا أساسين مهمين في التصنيف تركيب وطريقة التكاثر بناء على هذا الأساس العلمي صنفنا الفطريات إلى أربعة أنواع النوع الأول سمناها بالفطريات اللزجة المختلطة والنوع الثاني أو الشعبة الثانية هي الفطريات الأخترانية النوع الثالث فطريات الكيسية أو الزقية وأخيرا عندنا الفطريات الدعامية لو نشوف أن الفطريات موجودة على سطح الأرض وهناك علاقة بينها وما بين النباتات علاقتها مع النباتات كانت منذ حوالي 450 مليون سنة وبينها ارتباط تبادلي أي هناك تبادلات في المنفعة لاستمرار هبقائها في الحياة يون علماء الوراثة واجرسوا المادة الوراثية في الفطريات وأشاروا أن الفطريات هي أقرب إلى الحيوانات وليس إلى النباتات بناء على الأدلة الوراثية التي اثبتت هذه المعلومات نبدأ بالشعب الأولى من شعب الفطريات وهي الفطريات اللزجة الفطريات اللزجة لو نركز عليها شوية أنها لها نمط من التغذية قد يكون رمي أي علاقة ما بين فطر ومخلوق حي آخر ميت وعلاقة ما بين أو تمثل علاقة طفولية إذن عندنا فطر وخلية عائلة الحالة هي تطفل على الطلاعيات نركز شوي على الطلاعيات تذكر إحنا جرسنا ثلاثة أنواع من الطلاعيات طلاعيات شبيهة بالحيوان طلاعيات شبيهة بالنبات وطلاعيات شبيهة بالفطر وأيضا الفطريات ممكن هذه اللزجة تطفل على النباتات والحيوانات الفطريات اللزجة المختلطة المائية لها صفات تميزها عن الفطريات الأخرى إذن عندها صفات مميزة أول هذه الصفات المميزة قدرتها على أنتاج أبواق صوتية نركز على المصطلح قال أبواق صوتية إذن هالحالة عندنا بوق وهذا البوق يحتوي على أصوات ونحن نعرف أن الأصوات تركيب تساعد على عمليات الحركة لذلك العلماء السابقا كانوا ضمين الفطريات اللذجة المختلطة مع مملكات الطلاعيات وليس من ضمن مملكات الفطريات لكن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن الفطريات اللذجة المختلطة قريبة إلى الفطريات وليس إلى الطلاعيات كيف أثبت العلماء هذه الفكرة بناء على دراستهم إلى المادة الوراثية التي هي الـ DNA والبروتين إذن عندنا دلة وراثية أثبتت علاقة الفطريات مع الفطريات اللذجة المختلطة مع الفطريات وليس مع الطلاعيات صفة أخرى في هذه الفطريات اللذجة المختلطة نجد أنها تختلف عن النباتات نقطة تختلفها مع النباتات أن جدارها الخلوي مكون من الكايتين وليس مع السليلوز ونعرفنا أن الفطريات بشكل عام مكونة من الكايتين والنباتات جدارها الخلوي يحتوي على مادة السليلوز المجموعة أو الشعبة الثانية من الشعب الفطريات هي عندنا الفطريات الأقترانية فطريات أقترانية هي معروفة لجل الإنسان شو معروفة لجل الإنسان؟ بأقرب مثال عليها الأهوى العفن العفن هو يعتبر من الفطريات الأقترانية العفن ينمو على شريحات الخبز مثال على هذا العفن وهو عندنا فطر العفن الأسود ونحصل هذه الفطريات الأقترانية نحصلها على اليابسة إذن مواطن عيشها بيكون على اليابسة ونمط تقضيتها تكون علاقة تبادلية وتكافلية تبادل منفعة مع النباتات بالذات هذا الفطريات الأقترانية يكون نوع معين من الهيفة ونحن قلنا الهيفة عبارة عن خيوط فطرية الهيفة في هذه الحالة ينمو إلى الأعلى بتركيب يشبه الساقة فأطلقوا عليها الساقة الهوائية التي تنتشر على سطح الطعب نركز شوية على هذه النقطة مثلا عندنا الحين هذه شريحة الخبز وقلنا الخبز يتعرض إلى عفن الخبز اللي هو الفطريات الأقترانية نشوف أنه عنده تركيب بهذا الشكل وهو الساقة الهوائية وعندنا حامل عفواً هذه النقطة تسمى بحافظة الأبواق هذه الحافظة لأنها تحفظ الأبواق بداخلها وهذه هو حامل البوق لما تكون ظروف بقية ملائمة يتمزق هذا الجدار يترتب عليه انطلاق هذه الأبواق وانتشارها لما تنتشر هذه الأبواق فإنها تتجه إلى بيئة ملائمة أو أرض خاصة للنمو مكونة تركيب تسمى بشبه الجذر وشبه الجذر ينتمو بحد ذاته ومكونة التركيب السابق كما أشهرنا إليه الشعبة الثالثة من شعب الفطريات هي الفطريات الكيسية هذه الفطريات تعتبر من أكبر شعب الفطريات لماذا هي أكبر شعب؟ لأنها تضم حوالي 60 ألف نوع من الفطريات الصفات العامة المميزة للفطريات الكيسية أنها عديدات الخلايا ومثال عليها فطار الأسبرجلس لكن قد تكون أو تحتوي الفطريات الكيسية على فطريات وحيدة الخلية وهي الخبيرة النوع الرابع من الفطريات أو الشعبة الرابعة التي هي عندنا الفطريات الدعامية فطريات الدعامية مثال عليها فطر المشروع أو عيش الغرابة وهو أكثر الأنواع شيوعاً وهو ما يمثل عليه عندنا في هذه الصورة سبب أو تسمى أنواع الفطريات الموجودة بهذه الشعبة يعني ممكن أن نعطيها مصطلحات علمية ممكن أن نسميها فطريات دعامية وممكن أن نسميها الصلجانية وأحياناً نسميها بالبازيدية كيف تعيش هذه الفطريات؟ هذه الفطريات تحصل على قذائها أما بالطريقة الرمية أو عن طريقة طريقة التطفلية وفي نفس الوقت تقدر تكون علاقة تكافلية مع مخلوقات حية أخرى ما هي الأهمية البيئية أو ما هي فائدة هذه الفطريات الدعامية مع المخلوقات الحية الأخرى نركز على الأخشاب نشوف أن الفطريات الدعامية بالذات الرمية تقدر على تحليل الخشب الموجود في الأشجار وهو ما يسمى باللجدين لماذا؟ بالذات لديها القدرة على التحليل لأنها تنتج أنزيمات هذه الأنزيمات تعمل على تحطيم مبلمرات معقدة في الخشب كاللجنين وشكراً على حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر